أبرمتها دارة النادي الأهلي سواء المصريين اللي انضموا للنادي كانين فؤاد لعب أكتر من رائع حسام حسن مهاجم مميز بيرسي تو وميكي سوني بالتأكيد هيكون لهم دور كبير جدا إن شاء الله بإذن الله مع النادي الأهلي السنادي وحتى المعارين سواء كان فخري عربي بدر أحمد عبدالقادر طبعا وعمار حمدي إن شاء الله بإذن الله يكون دعم جيد جدا لصفوف النادي الأهلي وإن شاء الله موسم أكتر من رائع يعني أنا متوقع صحيح النجاحات اللي حققناها في الموسمين الأخيرين نجاحات يعني محترمة جدا جدا الحقيقة على مستوى الأرقام والبطولات لكن أنا مستبشر جدا الحقيقة بالموسم اللي جاي إن شاء الله يكون موسم أكتر من رائع أفضل من الموسمين الأخيرين طيب نتابع مع حضراتكم أخبارنا وندخل فيه التفاصيل كنت بتكلم على منتخب مصر النهاردة ولأول مرة من منذ تولى كارلوس كيروش منصبه كمدير فني بتكتمل صفوف المنتخب الوطني النهاردة وصل طبعا النجم المصري المتقلق واللي بنتمنى الحقيقة أنه يستغل تقلقه في الفترة الأخيرة والمستوى العالي اللي بيقدمه مع ليفر بول أنه ينعكس بشكل كبير جدا على منتخب مصر محمد صلاح وصل النهاردة ونضم بالفعل للمعسكر عشان يستعد مع الفريق طبعا للمطشين بتقليبيا المطشين هتلاعبوا 8 و11 في تصفيات إفريقيا اللي بتأهل كاس العالم 20-22 طبعا كده كتملت الصفوف بشكل كامل المحترفين اللي طلبهم مستر كيروش وصلوا بالكامل النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هيحسم التشكيلة النهائية اللي هتلعب المباراة وإن كانت يعني خلينا أقولكم كده من مصادرنا أنه أغلب الزند هيكون شناوي في حرص المرمى قدامه حجازي والوينش بعد مفضلة بين أيمن أشرف وفتوح الأقرب للمشاركة كباك شمال هيكون فتوح وفي اليمين يمكن ده واحد من المراكز التي لم تحسب حتى اللحظة عشان كده يمكن احنا سألنا حضراتكم حتى سؤال حلقاتنا النهاردة مين الأفضل لأنه يشغل الجبهة اليومنا في مطشب تعليبية المفضلة بين أكرم توفيق وبين أحمد فتحي أحمد فتحي طبعا يمكن احنا طبعا عارفين أحمد فتحي واحد من أفضل اللعيبة اللي شغلت المركز ده على مدار السنين طويلة جدا لكن طبعا في عوامل كتير جدا منها السن منها الفورمة ويمكن أحمد مش في حالته قوي تداشت دول أحد أحمد فتحي اللي كان موجود مع متخب من 3-4 سنين لكن في النهاية عنده خبرة طويلة جدا طبعا وخبرة ليها دور في مطشط من النوع ده ولا أكرم توفيق الحقيقة بيقدم مستوى أكتر من رواع في النص غالبا هيكون السلية والنني قدامهم عبدالله على يمينه محمد صلاح وعلى شماله كانت المفضلة بين زيزه وبين رمضان صبحي ولكن رمضان صبحي أقرب لأنه هو يكون الجناح الشمال وهيكون مصطفى محمد هو المهاجم دي بنسبة 99% من 10 تقريبا هتكون تشكيلة منتخب مصر في المطش بتاع ليبيا ولكن في النهاية زي ما قلت لحرارتكم النهاردة هيكون فيه طبعا هيتمل يعني استقرارة على التشكيلة اللي هتخد المباراة طبعا تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه كارلوس كيروش كنتم متضر طبيعي جدا يعني حتى مش بس الجمهور حتى الزملاء في الإعلام لما بيكون فيه مؤتمر صحفي طبيعي جدا انه يتجاوب على الأسئلة اللي بتشغل الرأي العام وخصوصا لو الأسئلة دي مصار وصارت حالة جدل يعني ولكن في النهاية كارلوس كيروش اتكلم في العموم وفي المطلق وهم ما جاوبش على الأسئلة اللي دايرة على الساحة منها وما يتعلق باختيارات وانضمام أسماء استبعاد أسماء الراجل ما تترخش لده على كل أحوال هنشوفه ونتمنى أنه يقدم أوراق اعتماده للجمهور المصري ويطمنهم على منتخبهم في مواجهة ليبيا المباراة الأولى اللي هيقود فيها كارلوس كيروش مسؤوليته كمدير فني للمنتخب الوطن